المنهج ده أهداف ما واضحة عشان يكون موحد للطلاب ده كتابة تربية إسلامية بس شاهد معاي حاجة بسيطة جدا جايب تدريس القرآن الكريم أدينا صورة عليك الله للقرآن الكريم نشوف المحتوى بتاع القرآن الكريم لاحظ قدام عندك دي الصورة فوق دي الصورة تحت منا دي الصور للفهم الشرح كله قال يتقن التلاميذ تلاوة الصورة بس تلاوة بعدين بعد التلاوة قال يشرح المعلم أو المعلمة ما يرون أنهم يطيقونه من جملة معناه انتهى الكلام يعني المعلم حيشرح شنو عليك كيف صح الكتاب دا بتاع سنة سادسة دي آخر المرحلة الابتدائية بعدها بيكون فيه امتحان بتاع النجل المتوسطة والامتحان النجل بيكون موحد طيب كيف انت كوزارة بتعمل امتحان بتاع نقل موحد لطلبة انت ما عارف الاستاذ دا الرسم شنو حيكون كيف امتحان النجل ولا حيكون ما في انتحان دا عشان الطالب ذاته يستهين بالمادة وما يقرأ والاستاذ ذاته ما يهتم يشرح لهم شنو طيب ممكن اي استاذ يشرح بمزاجه ويشرح اشياء ما موجودة في المقرر واحيانا في المقرر ذاته بيقوم بحيلك يقول لك يرجع الاستاذ الى مرشد المعلم عشان يعرف الحاصل شنو وطبعا دا شغل غير مهني دا شغل غير مهني لانه مرشد المعلم يا اخوانا ما فيه شرح ولا فيه جزء من المقرر مرشد المعلم لا يشمل جزء من المقرر انما هو في فنيات التدريس فقط تدرس من الفترة كده الى كده تدرس الشير فلاني فقط لكن مرشد المعلم ما فيه معلومات تخص الطالب ولا فيه جزء من المنهج فذي خيانة علمية واضحة جدا طيب